بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء احنا مصرين على ان من اهم ما يجب ان يجدده العلماء هي وظيفة العالم ومن اهم الحاجات اللي لازم يعمل على العالم عشان يجدد وظيفته انه يجدد وظيفته ويبقى جزء منها في ترميم المجتمع المجتمع عندنا مر بشيء خلى فيه شروخ في المجتمع بس فيه تصرفات وفيه حاجات بتزود الشروخ دي وتعمقها وتخلي الشروخ دي تتحول الى مسافات وتعمل جزر منعزلة ما بين الناس من الحاجات اللي بتعمل كده الجليس اللي عندنا النهاردة الجليس اللي عندنا النهاردة جليس مش هو احسن حاجة الجليس بتحس بيه الناس بان هم من اماكن بعيدة ويحسس الناس بفجوة ويحسس الناس بيغلظ ويحسس الناس بان فيه قلوب اسية وسودة ويحسس الناس ان فيه حد دمه بارد اه والله الجليس ده النهاردة انا عن نفسي لما ما اسمعه ببقى مداء او جليس اسمه الطبقية والتعالي على المختلفين واحنا مش هننفع نتكلم عن عن جليس زي ده يتعلق بالطبقية والتعالي على المختلفين من غير ما نتكلم مع استاذنا الدكتور الطريف شوقي استاذنا الدكتور طريف استاذ علم يا مولان ازاي حضرتك استاذنا الدكتور انا بقى شعيد بقى في معياتك الله يرضى عنك استاذنا الجليل استاذنا هو ايه حكاية ايه اللي بيخلي ابن ادم يشعر بانه افضل من غيره ايه اللي يخلي الانسان يشعر بهذا الشعور الغريب والله انت انت فدحت موضوع مهم قوي وانا شخصيا مهتم بي جدا لان يعني حتى عايزة اعيد طرحه معك من زاوية تانية لاحسن هو كده هيعمل لنا ضمار ايو انت هاي فانا اللي بيتعامل مع الطبقية ده بيشبهني في ايه بالضبط ايو فانا تخيلي لو فيه شحنة فراخ وفيها ديك والشحنة ديه في قاع سفينة فالديك طول الوقت هيعير الفراخ ان هو العرف بتاعه اذية لاثنين سنط وكلهم بيغرقوا وكلهم في قاع السفينة وكلهم ولا فيه حد اسائل فيهم فعشان كده انا يعني احنا مش هنجاوب من المسخص ده خالص ليه بقى مهما جاوبنا يا مولانا هينطبق علينا ايه يقولك فلان اجابة اجابة صحيحة عن سؤال الخطأ في مشكلة واحنا عمرنا ما بيحب ان احنا نجاوب اجابة صحيحة لمشكلة خطأ بس فالقضية ايه بقى مولانا القضية مش فكرة التباقية بتاع احنا الدول اللي عمالها تتقدم بتنحيها الوقت التباقية او التنافس او التنامي تعال نقول التنامي التنامي المعرفي احنا كلنا كل الدول اللي عايزة يبقى ليها مكان تحت الشمس والاشخاص اللي عايزين يقبلون مكان تحت الشمس لازم نبقى عندهم لياقة معرفية عالية جدا هلو اهو مفهوم اللياقة المعرفية دي احنا تجوازنا المرونة المعرفية الى اللياقة المعرفية طبعا لان نبقى جاهزين لان بالمعرفة بنحل مشاكلنا وحضرتك هقول مثلا على انجلترا مثلا انجلترا عدد سكانة ستين مليون على فكرة ومساحتها متين الف كيلو متر مربع يعني حاجة مساحتها تعتبر صغيرة كانت محتلية نص العالم بايه بايه بالقوة المعرفية الافرادها والدول الدنماركي اللي بتصدى للعالم المعظم الانسوليني اللي فيه دي فانا عايزين المواطن المصري بتاعنا ده ازاي يصنع ليقصوا المعرفية هي دي اللي عاوزين نتنافس فيها الطبقية ودي سهلة يعني ممكنة اول حاجة عاوزيني عندك لياخة معرفية ايوة موران طب انا بس عايز اقول ان احنا في ظل المدخل الجديد اللي حقيقة راحته هو ليه الانسان اللي بيشعر انه افضل او مختلف عن الاخرين بيسعى انه هو يكسر الاخرين او يظهر انه هو احسن منهم انت عارف ليه يا مولانا اصله احنا مشكلتنا بننظر للمختلف انه متخلف حلوة دي ودي انا وانت ملاحظينها في الارشاد الزواجي اه طبعا ده احنا في لاجنة الارشاد الزواجي عندنا كل الناس اللي حاس ان هو مختلف عن الاخرين او حاس ان هو افضل بيحس انهم متخلفين هو ده بالضبط انت عارف انت عارف ده دايما شابين نبني واحنا عارضين كده ابليس وسيدنا يوسف نعم سيدنا يوسف كان عنده فكرة ان عايز لياقة معرفية فاهم عارف عايز ينمي نفسه فقال ايه للعزيم قال له اجعلني على خزائن الارض اني حافظ علي حاسد بقدراته المعرفية خلي بالك عارفية خطيط ده ذكاء وابداع طبعا لكن وما قارنش نفسه بحد لا انا احفظ من حد ولا اعلى من حد لكن ابليس كان مش ناصح اللي هو بيتقال عنه انه ناصح قال اما ربنا قال له اسجد قال له قال انا خير من مع انه يا مولانا ما نجي نعمل اسمح لي انا بتاع المنافسي اسمح لي اتكلم في تفسي احنا نتكلم دلاتي عن سيكولوجية ابليس افرض قارنت بين الطينة والنار من اللي احسن الطينة بيخرج منها الحياة صح النار بتقضي على الحياة صح الطينة بيخرج منها النبات حياة وياكم حياة الانسان ولكن النار بتاكل 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 ده وتحوله الى الرماض الى لا شيء الطينة ما يقدرش يصنعها لربنا لكن النار ممكن انسان يصنعها صحب يولع اي حاجة ويحرق يحرق بيها الطينة ما حدش يقدر يقدر عليها انت فاكل قطور لي فمالوكم بلا ذرية اللي قضى عليها المية مش قملة ذرية وحاولت التراب الى الطينة وخلصنا بس فانا قصدي احنا ياريت لو دخلنا من المدخل ده المؤسلم القوي القوي هنا بقى احنا معرفي القوي معرفية صحيح على ذكر هذا المدخل الرائع طب ايه الفرق بقى من خلال المدخل ده بقى الفرق ما بين الثقة في النفس والتعالي والغرور طيب تعالى احنا عندنا في العلم مدخلين دايما ننصح الناس بالمدخل الاول ونقول لهم ارجوكم ما تخشوش المدخل الى ايه يقول لك انت صف نفسك ولا تقيم نفسك حس لما تصف نفسك ده حقك انت يعني حضرتك الوقتي بتعمل برامجة على الهواء ممتازة بتربي جيل من الشباب ده انت بتوصف اللي بتعمله لكن مش من حقك تقول انا افضل من فلان او بعمل شغل احسن من فلان او انا الافضل مثلا او انا الافضل مش من حقهم دي حق الناس التانية اللي بتقيم شغلك انت صحية فهو ده اللي بيوقعنا في المشكلة انت عارف احنا بالفرق بين النقد والتجريح هو النقد ان انا بقيم فكرة الشخص لكن التجريح ان بقيم الشخص وده مش من حقي وده في الغالب وده في الغالب اداة الشخص اللي دايما بيحاول يكسر لقدامه عشان يحسسه ان هو افضل منه بص يا مولانا انا بقترح دايما نظرية انت دايما متوائم معايا في القصة انت عارف آآ يعني النظرية ملء الفراغ انت عارف الانسان اللي عقله مجهول بالابداع والتطوير والتفكير في الجديد كل اليوم مش هيبقى فاضي ابدا ان يقرق نفسه بحد هو عمالي يقرق نفسه بحلم ما عندوش وقت يوقف يوقف على الميزان مع حدي تاني ولا عنده وقت ان هو يوقف على الحيطة عشان يقس مني الاطور ما عندوش وقت هو طول الوقت عمالي يقس نفسه بحلم قد ايه باقي هو ده قد ايه انا وده معلش يعني انت عارف الرئيس كيندي الامريكي السابق يعني روبرد كيندي آآ جون كيندي فكان ليه ما اقول حلوة قاوي كان يقول عشان يخلي الامريكان يطلعوا الامر في التنافس المهول اللي كان في اخر سعيدة مع الروس كان يقول السوفيات كان يقول ايه لكل امريكي لا تقول ماذا قدمت امريكا لي ولكن قل ماذا فاقدم الامريكا واحنا كان عندنا انا اغنية زمان اسمحلي اختم بيها اغنية ما تقولش ايه هددنا مصر ولا هندي ايه لمصر وكأن الانسان قمته بالقيمة الاضافية اللي بيحطاه في كل مكان بيكون موجود فيه واسعد الناس من اسعد الناس دايما صاحب صاحب رؤية جديدة استاذنا الدكتور طريف ودايما صاحب اطلالة بتخلينا نشوف الامور من من زوايا متعددة ومن آآ نظرة متعددة ترؤى شكرا استاذنا الدكتور طريف شوقي على هذا الجمال وهذه الاهمية في هذا المعنى المهم اللي احنا بنعاني من كثير من اثار الجانبية التعالي التعالي اثار الجانبية لا تعد ولا تحصى اول حاجة ان احنا لازم نعرف ان التعالي مش جاي من السقب النفس ده جاي من واحد قاعد يدفع عن نفسه وبيحاول انه يداري ضعفه ورا هذا التعالي وياللي بيحصل فيفضل الانسان المتعالي ده لغاية ما يعمل جريمة يعمل مصيبة اسمها الطبقية الطبقية دي مش نوع واحد بس اللي هي الطبقية زي من الناس متصونا الطبقية المادية او الطبقية الاقتصادية لا ده عندنا طبقية اجتماعية وعندنا طبقية اقتصادية وثقافية وعلمية زي يجي مثلا واحد يقول له وانت درجتك ايه يقول له انا استاذ مساعد وانت مدرس يبقى ما تتكلمش وانا بتتكلم ما ينفعش او واحد يجي يقول له انت مش من حقك ان انت تتكلم لو الدرجة بتاعتنا متفوتة فمنشوف مظاهر للتعالي على الشخص المختلف معانا في المستوى الاجتماعي والمادي والعلمي والثقافي فمثلا ان الشخص اللي عايش في حي من الاحياء الرقي او المجتمعات السكنية يبقى المجتمعات السكنية اللي احنا بنسميها مجتمعات النخبة يبقى مش عايز اولاده او احبابه يتعاملوا مع الناس الف اقل المستوى وهو نفسه ما بيبقاش حابب ان هو يتعامل مع الناس اللي هو شايفهم في الاماكن اللي هو بيسميها الشعبية لانه متصور ان هو لو تعامل معه ما يبقوا تقال على قلبه ممكن يتعبوه ممكن يخرجوه من مود السعادة اللي هو فيه بيه عندهم هموم وعندهم مشاكل وانا مش محتاج لده ولو جد تسأله بتعمل كده ليه يقولك اصلي انا مش مناسب ليها ثقافية ونالا علمية ونالا حياتين اننا نتعامل مع ده وكمان ولادي متربيين انا مش حابب ان ولادي يتعاملوا معهم عشان ولادي متربيين وكأنه بيشير الى ان اولادهم التانين مش متربيين وقولكم اللفظ اللي هو ما بيقولوا اصلي الاولاد دولة بيئة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسخر قوم من قوم الاولاد دولة ممكن يكون افضل منك ممكن الاولاد دولة يكونوا هم دولة اللي يقودوا هذه البلد وانت قاعد مع التعالي ومع الطبقية اللي انت فيها بعض الناس كمان بيشجعوا اولادهم انهم ما تصحبوش مع الناس اللي شكلهم وحش شكلهم وحش يعني ايه ان شهرهم مش معمول على الموضة او هم مش لابسين برندات عشان لو هو سابهم يتعاملوا ويبقى عيعيشوا حياة مش لطيفة لما الاهالي وصوا اولادهم انهم ما يصحبوش المختلف معاهم كده يغرسوا فيهم ايه التبقية انا اسف وساعات العنصرية بتصرفات بتبدولهم انهم بيحاولوا يحموهم وان التصرفات دي صغيرة مش هتعمل اي حاجة لكنها التصرفات كلها بتنشئ فيهم متنمر بدرجة عالية والاولاد دولة هيحسوا انهم افضل من غيرهم ويا سلام بقى لما يجوا يكلموهم على الشخص اللي ليه لون بشرة غير لون بشرتهم ولا شعروا غير شعرهم وشوفوا الاولاد بيعانوا ازاي اللي هو السمراء او شعرهم كرلي بيعانوا ازاي وبعض الاهالي بيمنعوا اولادهم حتى يلعبوا مع اطفال اللي بيساعدوهم في البيوت ليه بحاجة انهم ايه مش من مستواهم ولا من مقاهم ولا تربيتهم زي تربيتهم بقى عندنا اهتمام بالغ جدا جدا عشان نكمل حجج ومبررات الطبقية ان احنا نتمن ان احنا تقول الوقت ان نتكلم بلغات اخرى ونعلم اولادنا لغات اخرى عشان يحسوا انهم مختلفين وتربية مدارس دولية مش زي تربية المدارس العادية اللي بيتربوا فيها الناس العاديين اصلاحنا الناس مش عاديين عشان يكتمل الشكل الاجتماعي ويكتمل اكتباهي وما يعرفش حد يكلم اولادنا والدنا يا سلام لا لما نقول اولادنا اصلا اولادنا ما بيفهموش عربي مزاي الناس العاديين لان احنا اولادنا ما بيفهموش عربي لان احنا رقيين ناس رقيين طيب واحنا تكلمنا في حلقة اللي فاتت عن الناس اللي بيفقدوا الهوية بيحصلهم ايه احد علامات فقد الهوية ان انت تتعالى تتعالى عن الناس بلغة تعلمتها لدرجة ان احنا بنشوف ناس بتعامل العمال في الشوارع وفي المحلات بتعالي وممكن يتطور الامر للإهانة لمجرد بس ان هم بيقوموا مع عملهم اللي هو اصلا العمل اللي هو من حقه ان هو يقولك ما تعملش كده او اعمل كده لان ده عمله مهما كان العمل ده صغير عندك انت ده صغير ما ينفعش ان انا اتكلم معاه بلغة الاوامر شيل ده او اعمل ده الحقيقة ده واجب هو بيعمله وهم الشغال عندنا سواء كان بيعمل في تنظيف المكان او بيعمل كمساعد خدمة مش من حقك تتعامل معاه بيتعالي والاسب بتكون التصرفات دي دايما بتحمل نغمة انت لازم تستقبل ده ومن غير زعل لان انا اعلى منك ودوت ساعات بيبقى مدعوم عند بعض الناس ببعض الفؤوم والغلط ورفع بعضكم فوق بعض درجات الحقيقة مش هو دي معنى الآية يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ربنا اللي بيرفعه لكن ايه اللي حاصل شوف كمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل هون عليك يا اخي ما انا الا ابن امرأة كانت يا الله على جمالك يا حضرة النبي ما انا الا ابن امرأة كانت تأكل القضيدة في قريش يا سلام على توضع حضرة النبي ما انا الا عبد اكل كما يأكل العبد واجلس كما يجلس العبد ولذلك الله سبحانه وتعالى لما بيعطينا نزق بيبقى المعنى وايه ان ربنا سبحانه وتعالى ليبلوكم فيما اتاكم يبقى ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي حاصل اعطانا هذه النعم عشان يشوف احنا نعمل ايه هنكون من اهل المحبة ومن اهل اللطف ومن اهل الحنان ومن اهل ارحمهم من في الارض يرحمكم من في السماء ونحن عايزين نترحم ولا عايزين نتجاوز وساعتها لما نعيش بالرحمة يبقى اعترفنا بالنعمة وساعتها نعرف اللي قاله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال لنا ايه قال لنا لا فضل لأعربيين على أعجمين الا بالتقوى والراجل اللي عنده تقوى ده مجغول مجغول بعلاقته بربنا التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل فهو مش فاضي تعالى على حد ده هو دايما بيقول يا رب استرني فهو مش فاضي انه يتعالى على حد فلازم نعرف ان دي فتنة فلازم نتجاوز كل ده طب نعمل ايه بقى نعمل ايه عشان نتخلص من هذا التعالي ونتجاوز منه ونرجع الى سلامة القلب ونرجع فاهمين ان الناس بترتقي عند الله سبحانه وتعالى بايه بالتقوى التبقية دي تعتبر يا سادة لازم نعرف ان فيه نوع جديد من التبقية ظهر ظهر في المئة سنة اللي فاتت دي عنقرب على مئة سنة طبقية وعرة طبقية من اسوأ انواع الطبقية اسوأ انواع الطبقية دي كلها طبقية اسمها الطبقية الدينية اللي بتمارسها الطائرة المتطرفة بدعوة ان الطبقية دي اعزاز للدين وهي في الحقيقة اعزاز للنفس الامارة بالسوق اعزاز الدين ما بيجيش بازلة الناس ولا كسر خواطرهم الفاكرين لما كان بيقول الشيخ المثال اللطيف ده بيقول لواحد جاي بيسلم على واحد جنبه كده فبيقول له حرما قال له ما وردتش قال له وكسر النفس اللي ورد فكل الكلام ده بيقول لنا ان الطبقية الدينية دي هتدمر الناس ما تجوز صغر حدي زيك والناس التانيين دولة ما لهمش اخلاق ولا عندهم منظومة قيم وانت اللي سلوكك الديني هو السلوك القويم والناس غيرك دولة ناس في الساق ما عندهمش معاملة مع الله وهم اخوان الشياطين وهم اعوان الشياطين ده انت اخر لشيطان انت اللي بتعمل زي ما عمل الشيطان انا خير منه انت اللي بتعمل عمل الشيطان الناس دولة مش شياطين الناس دولة عايشين حياتهم متعلقين برحمة ربنا انت اللي متعلق بنفسك وزاتك انت وماذا وماذا وتتبع هواك وتتمنى على الله الامان يا اخي احنا تعلمنا ان الاساس ان احنا نفتقر الى الله يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله ولمن خاف مقام ربه جنتان مش لمن تعالى على الناس وظن في نفسه انه خير من غيره نعمل ايه بقى عندنا ثلاث اجراءات هنقولها لكم عشان الاجراءات دي تساعدنا على ان احنا نخرج من هذا التعالي لو شعرت ان انت افضل من غيرك ولو ليه لحظة قوم بسرعة واعمل اي خدمة لحد من الناس اعمل خدمة تساعده اعمل خدمة لأولادك لو كنت في البيت اعمل خدمة لحد معاك في العمل قوم اعمل خدمة لو حست ان نفسك بتكبر عليك بعض اهل الله انا عارف هم كانوا بيعملوا كده كانوا ينظفوا مساق الكلاب عشان نفسهم ما تعالىش عليهم اول ما نفسه تعالى عليه على طول يعمل خدمة حتى لو كانت الخدمة دي للكلاب حاول تتعلم شيء جديد عايز تحس دايما اكبر دواء شفته للكبر هو التعلم والاحساس بان انت يا انا ما كنتش عارف الكلام ده ده انا كنت جاهل ويبدو ان انا هفضل كده جاهل وتعلم فيا رب علمنا ساعتها تحس ان انت مش فاضي وتلاقي النور والخير والرحمة والجمال بيشعف قلبك تالت حاجة امتنع وتوقف عن الحكم على الناس انت مش محتاج اللي انت تحكم على حد ليه لان انت محل نظر الاحد واترك الناس لربها وعيش انت مع مولاك عشان تلاقيه قد تولاك يا رب جعلنا دايما مفتقرين لاننا متيقنين من ان احنا دايما بين ايديك واللي بايد اللي بين ايدين الجليل مش ممكن يكون غير فقير زليل للجيليل يا رب جعلنا على الدوام من اهل الافتقار ومن اهل المحبة ومن اهل الرحمة بالناس واول الناس اللي احنا عايزين نرحمهم نرحم انفسنا من ان احنا نشعر قلوبنا بالطبقية او بالتعالي على عبيدك يا رب العالمين بعد الفاصل نجاوب على اسئلتكم اللي تلقانها على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسر رجعنا لحضراتكم وعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي احنا منلتقي بيها دايما منلتقي عليها دايما معاكم مع اسئلتكم وكمان مع مقترحاتكم وكمان مع تعليقاتكم واول سؤال وصلنا بيقول انا معي ابني يوسف عنده عشر سنين ابوه معرفش عنه حاجة خالص منه هو عنده شهر ونص وانا بقول له ابوك مات لا حاول ولا قوة إلا بالله ده حلال ولا حرام علي لا حرام عليك بتقول له ابوه مات ليه انت عارف الولد ده ايه اللي جواه اولا انت بتجذبي عليه طب معلش انا اسف جدا هو الاختراع بتاع ابوك مات دي جات من اين جات من الحلول المخترعة غير المدروسة اللي في بعض الاحقيين بعض المواد الاعلامية كرستها في الناس ليس هناك حق لاحد ان هو يدعي ان حد من الولدين مات وهم احياء لا يا جوز عارف ليه لما تيجي تقيس المدار والمنافع لا المنافع اكتر ان هو يعرف ان ابوه عايش عارف ان ابوه عايش ومتخلي عنه اه على الاقل يحس ان هو ليه جزور يقدر يرجع لابوه يقدر يكلمه يقدر في يوم من الايام يجري عليه لا وانا عايز اقول لكم حاجة انا ما شفتش حد بيقول لحد ابوك ميت الا انتقاما والانتقام بالكذب حرام يعني ما شفتش واحدة بتقول له ابوك ميت عشان هو والله اللي طالب كده للاب هو اللي طلب كده فقال لها لو سمحت يقولي لابني انا مت عشان بس ايه ايه الكلام ده حتى لو ييجي واحد هو في انفعاله يقول لها اقول ليه ان انا مت لكن في الغالب الست بتقول لابنها ابوك مات عشان تنتقم منه ما يستحقش هو ما يستحقش عندك لكن هو ربنا سبحانه وتعالى قضى ان هو ابو الولد ده فمش من حقك لا ولا الزوج ييجي يقول امك ماتت امك ماتت ليه لأي سبب يقول لي عن مولانا لو اني امه عملت حرام انا اقول له امك عايشة اه اقول له امك عايشة ليه لان وجود امه بيمنعه من الشعوب اللي يتمي يا اخي طب والعار العار يا سيدي هو يروح يغير هذا العار بيده لو اراد يغيره بيده يعني ايه يروح يتعامل مع امه يحسسها بان هي مش محتاجة ان تعيش بهذه الطريقة احنا ليه حسين ان الاباء والامهات دول دول موجودين بس عشان يبقوا في العلاقة الزوجية لما نكون مع بعض لا الاباء والامهات دول خلاص الله سبحانه وتعالى قضاءه ان الاب والام دول يكونوا في حياة الابن مش من حق حد ايا كان انه يطرد واحد من الولدين من حياة الابن ابدا حكاية ابوك مات دي لازم تنتهي من ثقافتنا لا ابوه عايش ويسيبه الابن يقيم علاقته بابوه هو ده الصح هو ده العدل هو ده الانصاف لكن اللي بيحصل ده ظلم لما حد يقول لابنه ابوك مات او امك ماتت دي ظلم مش من حقك لان انت مش اللي بتوهبه الابوه ولا اللي بتسلم منه الابوه ده ربنا اللي اعطاهله وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين احسان مش من حقك يبقى سأل حذك سألتيني من حق ولا مش من حقي ولا مش من حقي لا حلال ولا حرام حرام كذب وكذب من الكبائر وكمان اضرار بابنك فلازم تمتنع عندها لو سمحت في شنطة جت لنا بالغلط مع أشياء كنا بنشتريها وفيها حاجة بقيمة مية مش عارف ميت ايه طيب ميت جنيه مثلا ولم نستدل على صاحبها أرجو الإفادة ولا حاجة نرجعها للمحل اللي احنا جبناها منه مش الفلوس دي موجودة وقت لنا غلط من محل معين أو جت لنا غلط من مكان معين نرجعها للمكان ده طيب والزيادة إلا بقى إذا ما استدلناش على المحل نفسه أو ما استدلناش على اللي بيعلن نفسه إذا قادرين نرجعها نرجعها لمصدر المصدر اللي جنة منها سواء اشترينا أولاين فكان اجي مع الحاجات الأولاين دي من محل معين نرجعها طيب نفترض إن المحل ده مش موجود ده شخص كده ومعرفناش نوصله إيه اللي حاصل إيه الفلوس دي معانا ولو استثمرناها وزهر بعد كده صعبة نرجعها له مرة تاني طيب إذا ما زهرش خلاص بعد ما احنا بحثنا عنه ولم نجده السؤال التالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن إذا زهر صعبة هنرجع له الفلوس دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا أنا زوجي متوفي من سنة ونص الله يرحمه ويجعله إن شاء الله في مستقر رحمتي وأنا تعبانة نفسيا جدا ومش أدر أستوعب الأمر قول لي أعمل إيه وادعيلي يا شيخنا وشكر أنا عندي ثلاث حاجات أول حاجة لازم نعد المفهوم الموت عندك زوج حضرتك ما راحش للعدم زوج حضرتك راح لحياة أخرى علي الحياة الأخرى في علاقة بيننا وبينها آه إيه العلاقة مش ملاحظين في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع ملوه إلا من ثلاث نقف بس عن إيه انقطع ملوه إلا من ثلاث يعني فيه جسر بيننا وبين أحبابنا اللي ماته والدليل على ذلك لما بتمر على المقابر بتسلم على أحبابنا اللي ماته إذا هم مش ميتين يعني خلاص أصبحوا عدم ولذلك لما جم لحضرة النبي لما واقف على قريب بدر فقال لهم قال للمشكين إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا يا رسول الله كيف تكلموا الناسا وقد أرموا يعني ماتوا وخلاص تحولوا إلى إيه تحولوا إلى رمم وماتوا خلاص اممحوا حضرة النبي قال لهم إنهم أسمعوا لكلامي منكم يبقى إيه يبقى هم بيسمعون يبقى هم عايشين في حياة وإحنا بنحسن ظننا في الله بأنهم عايشين عايش المنعمين لأنهم أقبلوا على الله موحدين وأقبلوا على الله بالعمل الصالح وتبقى المشكلة بقى لو إن كنت جاية زعلانة وكل الأهر ده على واحد كان من الطائعين آه ده يبقى للأسف دي ممكن يسميه أنا نيه ليه واحد ذهب إلى مولاه ليسعد مش قادرة تصور ده أو ده أحد الأثار السلبية لتكريس والإصرار للناس إن القبور ما فيهاش إلا عذاب وده ده الكلام اللي بيقوله المتطرفين والمتشددون لا يا سيدي المسلم سيكون إن شاء الله في مستقر رحمة ربنا والمسيين لما كانوا يقولوا المرحوم في يونان ده كانوا بيعلنوا إعلانا واضحا أنهم يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى إنه لما يجيلوا مسلم إيه لا يحاصل هيستقبلوا هيستقبلوا بإيه بالنعيم فيبسط له من بسط الجنة ويوسع قبره وينير قبله بما كان يطلوه من القرآن وما يعمله من أعمال الصالحة ويؤانسه بالعمل الصالح كل ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى وعشان كده أول حاجة تغيري مفهوم الموت عندك الحاجة التانية أرسلي له الهدايا العمل الصالح كل عمل صالح بتعمليه خليك بعد ما تخلص العمل الصالح أعملي إيه قولي اللهم هب مثل ثواب عمل الصالح لزوجي فيوصله الأمر الثاني والمهم غيري برنامج حياتك وخلي برنامج حياتك متصل بالقيم اللي أنت كنت بتمرسيها مع زوجك يعني إيه أنت والله كنتوا بتحبوا أعملي حاجة فيها محبة كنتوا من أهل الخير اعملي حاجة فيها خير غيري برنامج حياتك الحاجة التلاتة دولة يخلوا حياتك أفضل وإن شاء الله يزون اللي عندك ده خليكي مشي بإن أنت ترسلي الهدايا لزوجك تاني حاجة خليكي دايما عارفة إن الموت ده مش عدم الموت دي حياة والحياة دي مفتوحة بيننا وبينهم الحاجة التالتة خليكي على الدوام بتغيري في حياتك وتضيف إليها قيمة الضفية لأن حياتك تسيري فيها مع الله فاصل ونكمل أسئلتكم المباركة رجعنا لحضرتكم ومعانا أسئلتكم المباركة ومعانا السؤال بيولي السلام عليكم أنا دايما أثناء الصلاة أسرح وفكري يخرج عن الصلاة ومهما استعزت بالله لا أستطيع أن أبعد عن ذهني الأفكار حتى إني أنسى أنا في ركعة في أي ركعة وكثيرا ما أظل أقرأ الفتحة أو التشاهد مرات عديدة حتى أعقل ما أقول ولكن لا فائدة تعبت من كثرة ما أشعر به أن صلاتي لن تقبل فماذا أفعل نبطل وسوسة اللي حضرك قلتي دا كله أمارات الوسوسة اللي حصل أن فيه شوية مفاهم تدخلوا مع بعضهم كده منها مفهوم أنت قلتي أن أنت بتحاولي تبعدي الأفكار عن ذهنك لا فيش كده وأن أنت كمان بتنسي أنت في أي ركعة وأن أنت بتظل تقرأ الفتحة والتشاهد مرات كتيرة عشان تقدري هوا هنا بقى عشان تقدري تعقلي ما تقولي هذه المدخل اللي حصلت أن الصلاة حصل لك وسوسة في الصلاة منها اللي هو مدخل إيه نفسك الأمارة بالسوق لعطتك لأن الوسوس دا مش زي ما الناس فهمه أن الوسوس دا نقصد به الوسوس اللي بيحصل للإنسان دا اللي هو سعاد بيوصل للوسوس القهري دا مش جاي من الشيطان دا جاي من النفس اللي هو الوسوس القهري دا اللي ليه درجات بيحصل إيه أن نفسك الأمر بالسوء تقول لك ليس المرء من صلاتي إلا ما عقل منها وانت لم تعقل شيء من صلاتك إذن لازم تظل تقولي الله أكبر أشهد 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 إيه اللي حاصل لأن إحنا وبيحد بيقول لنا إلا ما عقل منها يعني إلا ما أخلص فيها وإلا ما فهم وإلا ما ذاق لا إحنا هنصلي وما نفتحش باب الوسواس على أنفسنا وعسنا نصلي وإحنا مقبلين على الله وندخل على الله سبحانه وتعالى من باب ماذا؟ من باب الكرم لكن بالطريقة دي إحنا بنفتح على نفسنا باب الوسواس طب نعمل إيه عشان نتخلص من باب الوسواس ده؟ هنعمل الإجراءات التلاتة الجاي أول إجراء أول حاجة لا نكرر يعني لو قلت الله أكبر وحاسس أننا ما عقلتش الله أكبر أكمل صلاتي إيه ده؟ أنت بتقول لنا ما نعقلش في الصلاة أنا ما قلتش كده أنا قلت لك لا تقف لتستجيبة للوسواس كمل يبقى أنا ابتدت معاك من أول الصلاة هو تاني حاجة لما نيجي نقرأ الآيات نقرأها بتؤدأ ناخد نفسنا ما بين الآيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كده لكن ما جيش بقى أقول إيه؟ هو أنا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم ولا لا بدل وصلت للآية اللي أنا فيها دي الوقتي بالنسبة للسائلة اللي بتسأل بدل وصلت للآية اللي أنا فيها دي خلاص أنا قرأت الآيتين اللي قبلها ليه؟ مش ممكن ما أنا مش عامل اللي ممكن ما حد بيتوسوس مش هخلي الممكن واقع لا حضرك تفضلي كملي يبقى هو بقول الله أكبر مرة واحدة ولا أكرر وأخذ نفسي ما بين الآيات الحاجة التالتة كمان إن أنا مش محتاج إن أنا أصارع الأفكار ما تصارعيش الأفكار ولكن استمري في الصلاة استمري في الصلاة لإن أنت بتصارع الأفكار عشان تعقلي ما في الصلاة لا استمري في الصلاة ولا تتوقفي بالتالت حاجات دي أنت هتتخلصي من السرحان والوسواس اللي عندك ده لأن أنت كل ما بتقف مع الوسواس كل ما الأمور بتزيد عليك السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الدين في تأخير صلاة العشاء إذا كان ده تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل منتصف الليل فلا بأس استاذ الشفعية من سناني من لما يأخره صلاة العشاء لا أتوقف لا هذا ممنوع أننا أؤخر الصلاة بعد منتصف الليل أقوم للصلاة مباشرة ولذلك ما نعملش الكلام ده إذا كنا نأخره بعد منتصف الليل لكن لو أخرنا إلى ما بعد الأذان بنصف ساعة بساعة لا بأس ما لم ندخل إلى ما لم نصل إلى منتصف الليل لكن إذا وصلنا لده نوم نصلي مباشرة أما أن نحن نخرجها عن وقتها فهذا حرام وقد يصب الإنسان إلى أنه كبير لا يفعل هذا لا يفعل هذا ليه؟ لأن الصلاة الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً يا رب اجعلنا دايماً من أهل التواضع ومن أهل حب الناس ومن أهل الرحمة اللهم إن نظرت إلى قلوبنا فوجدت فيها مسقال حبة من خردل من الطبقية أو التعالي فامحوا كل ذلك واملأ قلوبنا بالافتقار إليك واملأ قلوبنا بالرحمة واملأ قلوبنا بجبر خواطر عبادك اللهم اجعلنا ممن يحسنون الخدمة حتى يدخلون على حضرتك من باب الرحمة ومن باب الخير ومن باب الجمال جمنا بجمالك يا جميل وقع لقلوبنا هيينة لينة رحيمة بكرمك وودك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين